طيب يا شيخ عبدالله هذا يسأل يقول أخي عنده مرض نفسي يسمى الرهاب يخاف من الزحام فهل يجب عليه الحج بنفسه أو يجوز له النيابة إذا كان عنده هذا المرض الذي لا يستطيع أن يقابل هذه الجمعة الكثيرة وإذا قابلهم يحدث له يعني مشكلة مصيبة كبيرة فهذا عذر يا أخي عليه حينئذ أن ينيب ولو كان قوي في بدنه بعض الناس قوي في بدنه وكذلك ما عنده صبر على الزحام عنده هذا المرض الذي يسمونه الرهاب الاجتماعي ما يستطيع يقابل الناس حينئذ أنا أشوف أن هذا مرض وأن يعني عليه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان الطبيب النفسي يقول له لا ما عليك حج بس أنت تخاف أو يقول له الطبيب النفسي بيعافيك الله إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة إن شاء الله يخف إنه حينئذ ينتظر حتى يعني يهيئ الله له أن يحج بنفسه طيب يا شيخ عبد الله في هذا السياق المصاب بالانفصام هل عليه الصيام يا شيخ أو حج؟ نفسه ليس جنون أنا ما أريد لك أنا الذي أعرف أنا عن انفصام أنه يعني جنون يعتري الإنسان ساعات صحيح لو ينعزل عن الناس أينعم فهذا كان الإكتئاب الظاهر الذي ينعزل عن الناس صحيح الاشتئاب هما للانفصام فأعتقد أن الانفصام العقلي إنه مرض عقلي يخلي الإنسان تجي الساعات يعني لا يوجد معه عقل فهذا ما يا أخي يعني ما لها ما يجب عليه شيء نعم ترجمة نانسي قنقر